اوكي نبدأ الان ازا تكملي من المرة الماضي راح نطلع كيف راح نبني transfer function راح ابدا اول شي انا هون راح ابني second order underdamp system راح اخد هون النيومريتر راح اخد النيومريتر اتنين عشان يكون steady state gain عندي واحد والدينوميناتر بساوي واحد واحد اتنين والسيس كنتينيو ازاي ما عملنا المرة الماضي بساوي transfer function هادي continuous بلا بلاس ترانسفور راح تكون نيومريتر من هون هيصار عندي transfer function من هون هلا بس اشرح شو يعني steady state gain بتتذكروا ايش بتقول اخدوه بساوي فلو هادا بدي اطلع اللمت تبعه بعد فترة طويلة جدا بعد ما ادخله step function step function ايش الترانسفور ايش اللا بلاس تبعها واحد على اس فبضرب واحد على اس في هذا اس فالاس بتلغي اس اللي تحت شو بضل عندي هذا لا بعود اس وازعودت اس باختفيهات وازعودت اس باختفيهات هذا لأوي نش رح يروح في النهاية لواحد اوكي انا بحب الفاينال value يكون رايح لواحد هلا وفي البلانت الحقيقية ممكن ما يكون يكون هادا مضروب في خمسة او في عشرة فالفاينال value عن دروحها لخمسة وعشرة بس احنا اذا مش عارفين البلانت الحقيقية جيد ان احنا نروح لواحد. ناخد الفاليو لواحد. اذا هاي انتي جاهزة هاي اخطوها انتو هي عبارة هاي بدت هاي من 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 ايام لما لابلاس اجي بدو يحل احط طرق حل اني ااخد واحد عليها وبعدين انتو بتضرب هلأ بتضرب الانبوت اللي له لا بلاس ترانسفورد. مش بصير اضرب في الاس دومين بضرب بعدين بطلع الانفرس لابلاس ترانسفورد. هلأ هون راح ندخل احنا قلنا مندخل اذا دخلت السيب. هادا السيستم طبعا واضح انه اندر دامت. وهي الشكل. هلأ بدنا نعمل هلأ هاي انا ممكن اروح على واحط ترانسفور فونكشن بلوك احط في اتنين على زائد از زائد اتنين ويعطيني بس هادا بقدرش اعمل له في لو بدي اعمل انا اجيب وتمثل سيستم او تمثل كونترولر بقدرش اعمل له هذا بقدر اعمل له تمام بقدر اعمل له الكل متذكر شو هذا بقدر اعمل له هاي بقدر اعملها في او كانوا يسموهم انا لو كومبيوتر بجيب بعمل وبقدر ابني هذا السيستم بقدر اعمل له وفرجيكم هلا لما نعمل له لكن انا السؤال لو انا اندي او بدي يمثل هذا السيستم كيف ممكن احول فراح احول اول شي هذا السيستم رح اطلع ترانسر فونكشن الزترانسر فونكشن فالزترانسر فونكشن رح احب تي بتساوي point one هذي اللي هي الساملينك تالي ازان السيستم عندي كل 100 ميلي سيستم رح يروح ياخد يقرأ الانبعدين يطلع ورح احول الان رح اطلع ترانسر فونكشن جديدة زد هاي f of z بتساوي continuous two discrete رح ااخد سيستم رح اخد سيستم رح اطلع تي اللي هي ترانسر فونكشن وانا بدي zero order hold zero order hold زي السامل ان هولد اللي انتو درستو ازان هاي اعطاني ترانسر فونكشن بتعتمد على الساملينك تاني رح تختلف او 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 رح تختلف لو كان عندي مختلف في الحالة هاي هاي بتعتمد ولذلك مباشرة بعد ما اعطاني ترانسر فونكشن ايش حط اللي? ذكرني انه هي point one انه هاد رح يختلف لو اختلفت الساملينك تايم هذا مبني على اساس point one second sampling time. ازان عندي هاي الفونكشن هلا اللي هي point nine اللي هي مضروبة فوق تحت بد اعملها حتى نعرف كيف نعملها رح نعمل شوية حسابها.